موسيقى تأسس المتحف عام 1983 المتحف كفكرة رائدة من الدكتور سعيد التل ما زال الأول والأوحد على مستوى شرق الأوسط المتحف يضم الكتب المدرسية والمنهجية اللي درست بالأردن وفرستين من تأسيس الإمارة حتى اليوم طبعا هناك كتب قبل تأسيس الإمارة في الأحد الأثماني طبعا مكان المتحف في مدينة السلط على أحد جبال السلط الشماء موسيقى موسيقى عنا كتب رسمية قديمة مراسلات وخاطبات وشهادات وعنا طوابع بالإضافة إلى مجسم الكل الأرضي رح تشوفوه يزيد عمره عن 105 سنة موسيقى موسيقى طبعا هذا مكان مش موجود نلاب الأردن وبشرق الأوسط يعني أغلب الناس اللي بتيجي من الدول العربية والأجنبية بيجدوا متعة بالرجوع إلى الكتب القديمة طبعا بيخدم إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم من حيث تطوير المناهج إذا أردت تطوير المناهج يرجعوا الكتب والخبرات القديمة لابد من الرجوع لها هناك معلومات كثير جهاجة إلى تطوير حتى تتناسى من الجيل الجديد وغير ربط الماضي بالحاضر موسيقى 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 طبعا كل الكتب اللي عمنا موجودة جلدة بيعطان المزارة التربية والتعليم مشكورة حنسعى أن يكون الكتب اللي يوجودة في الداخل المتحة يعني إنها نسفة أكترونية حتى لا تعرض الكتب التصوير أكثر من المرة موسيقى 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 موسيقى